المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ان الجهاز التنظيمي للمياه يعد حاليا يقوم بعدات حاليا دراسة لرفع تعريفة المياه عن الشريحة كثيفة الاستهلاك التي تستهلك حوالي 60 متر مكعب من المياه خلال شهرين اضاف انه من المتوقع ان يرتفع سعر التعريف الجديد على الشريحة كثيفة الاستهلاك لتصل للتكلفة الحقيقية للمتر وهي جنيه ونصف وذلك نتيجة لتزايد الاستهلاك عن الكميات المحددة